الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الانبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين أحبة الكرام مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي على قناة أنفاس بريس واخترت في هذا الموضوع أن أتناول عنوانا يليقوا بمقام هذا الشهر المبارك الكريم وموضوع الغلو في الدين لماذا الحفاف ديانا؟ كثير من الناس تحرم رأس النوم تحرم رأس ملذات الحياة بدعوة أن شهر رمضان شهر المغفرة شهر العتق من النار فكرهق نفسه يعني ابتغاء أن ينال ريد الله تعالى وهذا من الخطأ المشاع أحبة الكرام والغلو في الدين يتخذ شكلين إما عقدي أو على المستوى للعبادات فالعقدي هو ما يتعلق بالأولياء والأنبياء بحيث كتلقى الناس مثلا كغالي وكرفعوا الأولياء إلى مرتبة الأنبياء أحيانا إلى مرتبة الملائكة استغفر الله العظيم يعني كتلقى إنسان مثلا كيبشر الضارح وتقول أبو يا فلان أعطيني الولاد أبو يا فلان ولدي مخدامش كما كيوقع يعني في المجتمع ديانا وهذا من شرك بالله تعالى لا هذوك الناس مثلا أولياء الله تعالى بل هم كيحتاجوا الدعاء منه كما قال سيد محمد إذا مات ابن آدم إلقاط عمله إلا من ثلاث صدق جارية علم ينتفع به ولا صالح يدعو له فقط فأنت منك تدعي لهذا كلمية لك أنه هو ضارح مثلا أو ولي كتدعي معاه يعني بالرحمة والمغفرة الله تعالى يستجيب دعائك وهناك الغلوة الغلوة على المستوى العبادات أن الإنسان يعني يغالي مثلا كيبقي يصلي للكامل مكين عشر أو مثلا كيذير صيام الوصال والإنسان يصلي ليلو نهار لا هذا منه يعلي في الدين ديانا ومن سنة النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي كيذير كان يصلي ثلاثة والأربعة والجمعة والسبت والحد فاطر علاج كعطينا واحد رسالة سامية وأنه دين ودنيا ولذلك في الحديث الذي روته أمنا عائشة عندما زار النبي عليه الصلاة والسلام ثلاث راط تدينج وعسيدنا محمد فمن يبركوه ملقوا سيدنا محمد ويهضروا بعدياتهم وأمنا عائشة تستارقوا السمع كتسمعهم كتكلموا فنقز الأول قال لهم أما أنا فأصوم ولا أفطر صاف يعني مشاف المستودي سيدنا محمد وكيقوم ليل وكده قالوا دي أنا شنون مكان هذي لقدم سيدنا محمد لا شيء فأخاذ عاهد مع نفسه لأنه غير صوم حياته كله وما غير فطرش النقز الثاني قال لهم أما أنا فأعتزلوا للنساء قال لهم أنا ما غيرتزوش بتاتا صلاح من قبح لك يعني عازل وتشنق لهم أما أنا فأقوم الليلة ولا أرقد من إيجا سيدنا محمد حكيت لأمنا عائشة القصة أتقل لهم واشنتم من قلتوا تكلاموا قالوا بلى يا رسول نعم نحن نقلنا قال لهم أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له إياك نخاف الله وأنا متق الله تعالى وأنا نبي وكذا وكذا ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني فمن رغب عن سنتي فليس مني لذلك الحباب ديانا الدين ديانا الدينو يسر واذاك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه اللي كيتشد مع الدينو كي بغي يتشد على راسو غيغلبو الدين واذاك نلقوا بزاف تشباب ديانلي ومثلا كتلقوا واحد شاب كان منحريف عن أجادة الصواب واحد الوقت كولي يصد الله الحمد لله وكن شوفوه شو الطريق الله كنفرحوا لي كي حيد مثلا المخدرات كي حيد بعض الأمور بحلموسكيرات وكذا كوليه غادي في طريق بزيان كي كتوصل واحد الوقت كي وليت زمات وكيتبع واحد الرفقاء دي الواحد الناس كيعطوه الدين بأن الدين كله أسود وكي يبينو بأنه مخصوش هادر مع الناس لما كيس الله وشو كذا كنت تأمر واحد العام ولا عاما كي بينا مسكين نلقى كيس الله وعادة حليمة إلى عادة القديمة علاش لأنه ما خادش الدين بيسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبا شنو قال في الأخير فسددوا وقاربوا سددوا وقاربوا وفي حادث آخر يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا هذا وديد ينا ونبي عليه الصلاة والسلام شنو قال في الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة إلا رحمة للعالمين كان النبي عليه الصلاة والسلام يكون في الصلاة يا أم الناس فيسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة فيقول أريد أن أفرغ الأمة لولدها أحبة الكرام ما أحوجنا إلى الرجوع إلى الله عز وجل وإلى التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قال الله تعالى قول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم دونوبكم أسأل العلي القدير أن يغفر لي ولكم وأن يرفع قدري وقدركم وأن يتقبل منا الصلاة والسيام وأن يحشرنا في زمة المصطفى الحبيب خير أنام ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناع عذاب النار اللهم اصلي على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين